السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله راح اتكلم على الدرس الثاني اللي هو كيف احل مشكلة الشاشة العريضة ويد سكرين بالنسبة لشو ويد سكرين وشو الشاشة العريضة احنا وريكم صورة قبل ما نفعل الباتش وبعد ما نفعل الباتش هذه الصورة قبل التفعيل شوف لو نلاحظ انه يعني الصورة كبيرة شوي الشاشة يعني مليانة اما اذا طبقنا الباتش راح يصير معنا كذا لاحظوا ان الشاشة تصير كاملة يعني كل شي واضح في الشاشة عكس عكس هذه تشوف يعني ممكن المكان ذا ما هو كامل يعني في شي ناقص عشان كذا ان شاء الله راح نشرح اليوم وشلون نفعل الباتش طبعا نحتاج بس هذا الملف داخله يعني كل يعني الصيغ اللي نحتاجها اوروبي امريكي ياباني كل هنا طيب اول شي مثلا نقول ان احنا نبينسوي حق لعبة ستريت فايتر بتال الشوارع نبينسوي لها الباتش اول شي نسوي احنا نعرف اولا ان تي سي ان تي سي ولا بال ولا وش يعني يا هذي يا هذي يا هذي او هذي كيف نعرف اول شي نشغل اللعبة بعدين نجي هنا نعلم صح على هذي تشوفوا من اللاحظة العنوان هنا مكتوب ان تي سي يو هذا اللي همنا الحين خلاص نكفل اللعبة هذو الحين ندور على اسم اللعبة ستريت فايتر هذي ايوه هذو الملف نسوي لها نسق اللي كبين نسق بعدين نجي حق هنا حق الخيار هذا اللي هو شيتس الاسرار نضغط عليه نسوي الاسق هنا طيب الحين اخر خطوة انحنا نشغل البرنامج بعدين نجي هنا system نعلم صح على هذي الكلمة برده نرجع system نعلم صح هنا بس هذا كل الشرح نشوف شو مثل ما تلاحظون الشاشة عندي هنا كاملة معكس اللي من شوي يعني صغيرة في نقص في الشاشة ويلا فمان الله شكرا اشتركوا في القناة